المقصد بيث الرمليات إنشاء طلب الهداية للقلوب هذه الكلمة لا تنسى كل الكل بها حوله المقصد بيث الرمليات عليه الصلاة والسلام إنشاء طلب الهداية للقلوب الله ليس عطار الله لا بيد الله لكنه يشتهد كيف ينشي الطلب حتى الله يربيه كما تعلمون خلقنا للجهود لقد خلقنا الإنسان في كبر والجهود كثيرة في هذا العالم الجهود التجارة الجهود المصنى كل جهود له الإسم له الميدان له الأسباب له المقصد الذي يبيه الإنسان اسم هذا الجهود تجارة والذي يشتهد بالعرض اسم زراعة الذي يدعون الناس إلى الله اسم هذا الجهود الدعوة إلى الله هذا التاجب هذا الزارة هذا الدائي ولكل جهود له الميدان ولكل جهود له الميدان ميدان انتجان أسواق العلم ميدان الزراعة أراضي ميدان جهود للمية قدوبنا ميدان ما جاءوا ما بعصوا ما بعصوا لأشياء أخرى بعصوا ليش؟ لأن الشيخ أحوال الذي ترون في العالم كل مربوطة بالعمال الذي يصدر أو يخرج من جسمه والجسم تابع للقلب لو صلح القلب أي يصلح يقين القلب يسلح العضاء أي تستخد تصدر من العضاء أعمال تحت عمل الله لتريق المجسم قال يفيدون تلقائيا تلقائيا قال أطبع جمي أصل الجهود هذا يقين لو صلح العمال فيصلح أحوال آخرة وأحوال البن أول أن يصلح أحوال آخرة قلت سبحان الله ثورا غرث بالجنة وبالجنة يصلح الدنيا ثمانين يجف أصل الجنة والجنة الله أعطى للأنبياء جهود أساسي صلاح الدنيا والآخرة بربوط في جهود الأنبياء ليس ليس فقط أحوال الدنيا يصلح أحوال آخرة أول يصلح في الظل أحوال الدنيا إن أنت تمشي هذا أحوال الظل فين وراها أنا أقول لا على أن يمسك الظل ما يستطيع أن يمسك لو مثلت هذا الظل يأتي وراك أشتري الظل يأتي وراك أشتري الظل يأتي وراك ولا واحد يشتري نور سبحان الله دنيا نور نجري وراها وراها الظل ثم يقولوا ما هو جدا وراها الثراف ثم يقولوا ما لين يضيع حياتكم ما استفقوا يا مشايق الكرام جهود الأمبياء على قلب لكل شيء لهم نتيجة نتيجة التجارة تحصيل المال نتيجة الزراعة فبوب الخضروات ما هي الخضروات فواقع نتيجة جهود الأمبياء هداية المال لكل جهود له الأزباب أزباب الزراع، أراضي، جاموس أزباب التجارة، غماش، تقان أزباب الباطل وأزباب الحق باطل يمشي بأرباط سافر الباطل ميت دين الميت والميت يمشي بأرباط سافر الباطل ينتشر بأرباط شهر بالملك والمال والمنصب والنسان والحق ينتشر بشعير دين الحية والحية مش برجناك الدعوة والدعاء نور الإسلام دعاء أقل من دقيقة دعاء انت الكفر ألف إلا خمسين ومن جود دعاء أقل من دقيقة انت الكفر نعنو كلام طويل دعاء طويل يزيد مصائف بالعلم لا بد نتفكر على المشكلتنا ماذا؟ شيخ قال مني أنت استشتفق واستغل أنا زراعة واستغلت الدقان وقل يا ربي أخذ من جدار الدقان حبوب الخضروات عنف رمان يا الله منغا؟ منغا؟ أنت كيفت؟ استغلت من جدار يأتي؟ من جدار الدقان؟ لو تريد زراعة اشتري أرض ثم اشتهت أستغلت الدقان مفون كلام؟ سكر بقية أشعر الصوفة ذاك أشعر كوانا؟ ايه من جدار الدقان؟ نعم مولنا نعمين؟ ساتيه قطعته بولنا نعم اللي تبعا نبي سيدا؟ أريد خضروات، أريد عنب، أريد فواكه لابد أشتري أخطار أزباب الزراعة لكن لا أشتريت أزباب التجار وأدعو دعا من جدارياتي كل شيء حاكلها أحوالاً عجيبة، نريد حق ولكن ينتجر بأزباب الزراعة واحد ما تذوله قال إلا وردقني ولد من هذا الجبن، ولم ينتجر نريد الحق، نختار أزباب الحق الذي يختار الأنبياء و بعدين بصند الله لي ردت كلام، ولم ننتجر اللحة له الج táb değil ولا ننتجر لصند الله تحويلاً، لا تحويلاً لا تبديلاً إن لن تحويلاً بك włحام بأوقع وما يقعم الدعوة في الأرض أن تكون هناك وإلا فلا وإلا فلا وإلا فلا ل mitad نفست خلق، لابد بلح نفست الله الكلمير المهاجر ، تبت لأ angel Paul غير التلتيب الله يا مشاهد الكرام تدبروا قليلا سيب لكل جود له النتيجة سمينة النتيجة للتجارة تحصيل المال النتيجة للزراع خضروات النتيجة للجهود الأنبياء هداة أنا نريد قليل مذاكرة مختصا الله يريد أن يوفقنا ويجعل البركة والقبول توفيق العمل والإدعوة جميل الأنبياء نتيجة جهودهم هداة لماذا هو استعمل جميل طاقات الأنبياء أقوى أقل الناس لا وجرتهم الأنبياء جميل الأنبياء وأوقاتهم غالية جدا أنت وقت غالية أنت مهندس تشتغل راسبك خمسين أهو هذا وقت غالية وقت الغالي وقت الأنبياء في كل دقيقة يترقى الله استعمل جميل طاقات الأنبياء دماغ والقلب والوقت فقد الهداة البشري قال نعم معنى الإداة في شيئا واضح يا حباب؟ طيب اتجوا يا حباب نتيجة جهود الأنبياء هداة لنا الآن يا حباب ما معنى الهداية؟ ما معنى إداة؟ الشيخ ما معنى إداة؟ أنا أمسألته بذل ممكن لهم ما نسيئة؟ فالشيخ ما معنى الشيخ ما معنى يقوله وخالد يعلم بذل من؟ فالشيخ قال نعم هو سمع قبل ولادتكم هو كان الصغير سمع لكن الآن سمع هداية ما معنى أخبرني شيء كل يوم نسأل في الصلاة هداية ما هي دخول في الحباب دخول في الحباب دخول في الحباب أنت الله أعلم عبد بيّنك إلى ما هي نوح يا ربا شيخ هذا كلنا بيّننا لكم عن الفوعدة نوح نوح الهداة نوح يهد الله لنوره من ينشاه لا تنسى أفمن شرح الله وتضر الإسلام هو على نور من ربي أي واحد لو أسأل منك أول سوف تفكر في القرآن ما نجاه في الحديث ما نجاه ما نجاه كناتهم كما رأى كناتهم حدا نور الله يخذف في القلب ما حد يخذفه بهذا النور يرى الحق حق ويرى الباطل باطل وإلا يرى الحق باطل ويرى الباطل حق يسلم فهم يرى البدع ده السنة ويرى السنة ده بدع ويقول هذا بدع يا أبو بدع سنة ده كل بدع ماذا فعل معقوس هو إننا مثل علي وإن لبث من الضارع خضراء ويرزق كل شيء خضراء من خضراء على هذا حقا ينظر في القرآن بالشق يأتي كل شيء في الشق نظار غير يا جاء من اليقين تنظر ترى كل شيء شايف هداة نور يا مشايخ الكعام يخذف الله سبحانه وتعالى ثم كما قال المشايخ يمشي للصلاة المستقيم ويدخل في الرحمة لو يعمل أعمال صالحة إننا لدينا آمن بعد الهداية إيمان ياتي وعمل صالح ياتي تتدخلهم في الرحمة ثم يتخل في الرحمة بعد الإيمان ورعمال الصالحة واضح؟ يا مشايخ الكعام وَلَا أَدْخُلْ جَنَّةِ إِلَّا بِرْرْحْمَةِ اللَّهِ سبحانه وتعالى الشيء عمر رحمه يمين دخول الجنة برحمة الله لكن ماذا الله قال إننا لدينا آمن ومن صالحات بعدين قال فَتَدْخِلُهُمُ بِرْحْمَةِ وَأَنَ مَا أَدْخِي إِلَّا بِدُورِهِ لِلَّهِ فَأَوَلْ دَرْجَا لِلَّهِ لِلَّهِ وَأَنْحَدَاكُمْ لِلْإِمَانِ سَوَجُّوا يَحْبَاهُمُ نُور الآن آيات كثيرة جدا قَدْ جَاءُكُمْ لَاللَّهِ نُورُ مَكْتَعُمُ مِنْ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مِنْ تَبَعِي مُعْنُونَ الشيء الرحمه الله يقول النور على قسمين نور البصر ونور اللم لو يجتمل يرى الشيء ثالث لكن لو عاما يركب على الإدام يعني يركب يداد أَوَلْ مَرْكَاتِ يَبْعَلِهِ ويركب على الإدام ويركب على الإدام وعندما أنتم تقول بيركب على الإدام يداد أَوْ لَا تَبَعَلْ لَهُرْفَ مُظْرِمَةَ قَيْدَاً مَا يَهْدَ فالنورين ضروري شيء أحمر القرآن نور القرآن القرآن نور يحمر من ثان ما كنت تدري بل كتاب والإيمان ولكن جعلناه بغنب نهدي به من نشاء من إيمان قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكْتَابُ مِنْ إِحْبَامَنا القرآن نور هداية نور لو يجتمل نورين يفهم القرآن يفهم السنة وثم يوفق العمل ثم يبلغ نور الهداية قَالَ لَنِي بِيَقَلْ لُهِدَاءَ مَشْيَ الْدِينَ كَأَنَّكَ مَشْيَتَ فِي الْحَدِيكَ لَيْتَ بِيَقْلْ لُهِدَاءَ مَشْيَ الْدِينَ أَصْعَبْ مِنْ مَشْيَ الْشَوْقَةَ أَصْعَبْ كل شيء صعب سنة صعب كل شيء صعب ايش نعمه اوه ايش كل شيء صعب ارعب عندي اوه سبحان الله شائق اشكروا الله تأكلونا الطعام حلال نظيف في أوروبا في مستين ثمانا طوبة طوبة يأخذ قروض يضعو هالشيء يقصر رأسه ثم يقصر بخ هو مسكين هو ليس يقتله يعني ما يعني يضبخ لأنه رأينا حشارات من البجاري التعبانة ثم يأكل ثم يأكل بمشي ما عرفت النعم هذا الإسلام هنا هنا كل مسلم هنا هنا 24 ساعة يتسلم علينا بلد كذب تبحث انت مسلم فين ما تسلم تلعوا عليكم ما تسلم كما الله أعطاني النعم وعندنا أولياء الله أولينا كله أحباب اللذة 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 أيام شايقين يا هرب نعمة الإسلام لكن يا أحباب قال الشيخ رحمه الله الشمس هذا اللذة 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 ينقص الله لكن نور اللحم علاج بدور اللحم علاج بدور الهداء للقرآن لأن القرآن نور علاج ماذا؟ هذا يجب أن نقص علاج ماذا؟ لو زال نور لنا شيخنا يظر يوم القيامة يسعى نور بينهم مناسقين يقول نقتبس بالنور قال يرجعوا وراكم فلتمسوا نورا قالا لم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتبتوا انفسكم تربستم وارتبتم وغرضكم العمانين والله بيعربع اتفاة خطيرة قدوا الله الله يحمد الله جنبنا من هذا المصائب تذبروا تذبروا خرجنا لهذا الشيء علامة الهداية هل دخل في قلبه ليه هداية أم لا ما ننظر في الناس كل واحد بعملته بالله ثلاثة الشيء جاء في القرآن تجاب عندها الغروف ينامى الى هذا الخلوط استعداد الرحيل أو كما قال أول فاعلة يأخذ حب الدنيا من القلب ما يقول الزوء غدا هو مكتوب في خلص الأموال ولا يرسب هذا يا أبي ميش مرنامج هم يقول هذا الثالث الآخر لعبة الله ما يعد به يا أبي مرنامج أول شيء جاء في عندها الغروف إنامه إلى هذا الخلوط يريد الجنة يريد إلقاء الله واستعداد الرحيل يرى يا شيخ الآن من منا مسافر؟ من منا أهل الحارة؟ يرى الذي مسافر؟ يا شيخ أين أعطاه؟ أين عق الكتاب؟ ومسافر والذي قال أنا مستعد يرى هذا من البيت كبير واع واع كأنه بارد موت ما أنت يا شيخ؟ ما أنت في البيت كبير قال أشتغلت وظيفة يا شيخ جماعة البلوط ما شيء الأخي؟ قال هذا 20 مليون ما شيء أنت تعطيني ثلاثة مئة ثلاثة وثلت الترعب ثلاثة مئة ثلاثة مئة ثلاثة مئة 20 مليون ولا الترعب لا قيمة له أولا طول عمر جون ترعب هنا في هذا الملد تعال جدا يفهم 20 مئة 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 ترعب يجب أن يأخذ أولا يوثل فراخنا حياتنا ما أعلم إننا مثل جاموس أو واحد أحوان حتى يسوي ثم حول الرحاة قال هو أظن أنه سافر في قدير وهو في لفظ المحلة لا 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 ما جاء من بريتانيا شعالة عالية من يشتير ما نتبت جاء الخبر آخر يوم قال مرى فرحان استدم السيارة جاء جنازة بغير شهادة الوالد جبش قال هل نحن ظننا مستقبلنا هو توادوا كبيرة نحن نرتاء هذا تراب خدم شهادة وفي القبر بغير شهادة ولا لا 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 شيخ كله على التكنولوجيا في العالم يبدأ القلب في العالم يأتي إليك يا شيخ أبغى بيصف باين إن المجيد السبطة بانيما وعندك موجود عندهم غذاء الجسم عندك غذاء الروس موجود القرآن لا إله إلي الله ونعلوم ما من نفعل إليكم أنا قال يا شيخ أبغى أي الله إله إليك علامة الإهداة في القرآن العديد الذين يستبعون القولة فيبتدون أحسنى أولئك الذين أحلامهم وعلامة الدلالة ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنه ما يستعد من الصدر طيب أبغى يا شيخ أبغى يا شيخ أبغى كذلك يجعل الله غذاء على الناس وهذا فرات ربكم مستقيمة ونحن للعياة ونحن الزحية ونحن الزحية يا شيخ أبغى يا شيخ أبغى يا شيخ أبغى ونحن الزحية ونحن الزحية هذا آية الله يقول أنه في ذلك العياة ولا أقال قلت مرة واحدة أنا أستميذ من لأهجابكم أجيب وإن تنظلتم والله رأينا آية قلت أنا أمين تردوا قلت وأنا أمين فهم وأيش مرحين لكن آيات لم أعدم ولم أعدم هذا النبي لم أعدم هذا النبي لم أعدم هذا النبي ولا نفكر ولا يديد إمان أنا أمين أنا أمين والله يقول آيات أجل من العالم أصدفت الله قال والسنس تجري لمستقرن لها ذلك التصدير والحزيز عليم ما عندنا وقت التنظم وهنا تلهم الليل نتلق منه النهات كل ليلة وقت الغروب لو تدمر دقيقة بعدها يطلع الإيمان فوق ما عندنا وقت اليوم جاء مغرب إيزال إيماننا أمه رياضية ويقول أنا آكل آكل فين يا شيخنا لا لهذا مؤمن عقل كافر ليس عقل الشيخ عالم الله قال أنا ما قلومي يا شيء ليس أنا أستمتهم إلى ماما جاء غادة بنتك فيها فائلة كبيرة وجلها بخطب ودين صدوا بضعاتكم يا أحباب عام يوميا ناكل هذه الأشياء حاولنا يا شيء صراحة الأعلم الغيب يعلم بسبب العمانة نكلنا إليكم ثم لو ما حفظتم ما بلقتم يوم القيامة تصل ليس كلام هرجاء خرم عندنا الكلام كل ما حل نتكلم والله ليس تعبان جدا لكن هذا أمانة يا أحباب هذه الشباب واحد مرة يسمى طول الحمر ثم يبلت كم لنا أجر من الله ما ندري من منهم يوفق العلم ما ندري يمكن يقال يوم القيامة هذا الذي بكأ هديت بخل كلها نعمة كبيرة من يأخذ المعدان أهل البكاء يأخذ المعدان أبو الكلام لا نحن نبح الجواهب من يكون السماء يا مشايخ الكرام علامة الإله لا أهل طيب؟ لا تبع الله لو حب الدنيا موجود فماذا نقصانه؟ أول شيء ينزع من قلبه نور معرفة الله ويرز الله بالسلم ولا يمكن يتوضي في الصلاة وفي الزكرة وفي الزكرة لكن ليس لا تفكر علاق ملايين من خسره ينظر سعادته ولا يضحي حياة النور أول كان يسألوا أجدادكم كيف كان كلمة قال أنا بيته ولا يتغير قال شايف أنا بس اشتري منه أنا بيته ما جعله ولو يقول يا شايف سبعنا بنوه ويربح أمانة إيشها يا أمانة ما أخرجا ولا شايف ونالما لا نكون أنا هذا الذي يتفكر قبل سبعينتنا الذين كانوا يسكنونا كيف كان إيمانهم؟ كيف كان إيمانا؟ كيف كان إيمانا؟ كيف كان إيمانا؟ بيت ياتي في بيت واحد كله بيوت يرسل تعامله قال لا يشور صاحب البيت فضيف يأكل رجل الشابة يجلس في الحارة قاعد يدخل الشاب ما رجل؟ قال نهو حار هو أبوه أبو الحارة كله مات اسماقي كله أمان سهانو خرجنا سوى الزعاف أعطونا جواب يا أحباب خلال إلينا هكذا نتكلم ما هو السبب؟ إيش تقصيرهم أولى مرأة؟ أمانة فينا أنت رأيت أبوك كيف كان عنه؟ كيف أن يعطي الزكاة؟ لو عليه الدين قال ما نأكل لحظ أول أصدد الدين ولا نتلزل في الحياة؟ إيش يبوه يبقى؟ لا أول دين يشتغل هو صاحب المسنة جاء الأحوال ضعب كل شيء هلأنه هو يشتغل في الليل؟ نوبة لاجل كبير جاء الأحوال ضعب كل شيء يشتغل تهيصدد ما الذي يشتغل؟ يشتغل يتعين دين ولا هم يعرفون على يده وكيف هو يشتغل؟ لحد قال يا شيخ أصدد يقول أبوك قال أنا أبي يبعد يشتغل قال لي لي يحترق في القبر لا يشتغل كلمة أنا يشتغل أولاد في الشوارع وانتقلب لكم تريدنا هكذا؟ نحن نشتغل نسبة بعد الموت؟ الآن نفرع نفسنا أحباب لا يشتغلوا ما أدلعيننا لا أحباب ولا أصدقاء ولا أولاد أولا ما أدلعيننا بنفسه إنتان قبل الموج هو يقول لو كان هذا ضروري دير هذا ليس أبوي ما أعطى ليس نحن نعطى كلمات أحيان في شيء خدمته هو جواب يا أدي هذا فالذي في كل حب الدنيا لا يأكل إخلاف في خلبي جميل لا يمكن أن يأكل حياة علاج كلمة الدنيا لكن هذا المرض خطير حب الدنيا لكن علاج نور هداه جاء خلبي حب الدنيا أول فائدة يزيد نور معرفة الله ويأتي اليقين هو يفعل كل شيء لا أحد يفعل إلا الله حتى أنا لا أملك ويرى العزة في السنة ليس فقط يتبق السنة يتبق السنة بالعزة يتبق السنة بالعزة في اللحظة يتبق السنة بالكلمة ويأتي في السنة سنة بالكلمة وكأنه يتبق السنة برزة وإلا الله أعرف كيف وإلا الله أعرف كيف واحد من كبال علماء يسمى الشيخ سعدي رحمه الله في زمان هذا فقال ذي يزعب وعندما يزعب فقال ذلك لأنه ما يرى هو خرج والله يسأل نباس فاخرة جدا ودخل تفدل شيء أجلسه في المدلس قال التفدل بدل هو يأكل ووضع الطعام هنا قال قال أنا جيت وما أحس قلت أن تفدل هذا يوم الضيافة للنباس ليس لي علم الناس هو رجل حكيم وكتاب مصيحة ليس الليب قال النباس أنتم لا تفدل ما داما لمسته يوم يأكل هذا أنا لجأك قال لا يقول أف من الله لا يتكبر خطير جدا رأس كله خطير سكر إنكم على بينة من ربكم ما لم تدر فيكم سكرتان سكرت حب العيش أنا الشيخ ما أستطيع أن أقول أنا جايل لكن بعد ذلك مئة في المئة جايل مليون في المئة جايل أنا جايل أن أبتش الله أن أعذاب الله أن نار الجحنم ليس أعذاب آيات القرآنية ما يخربني فأنا جايل هذا مئة في المئة مئة في المئة أنا جايل سكرت ما سكرانتك يفع ولا ولا يسمى ولا يفهم ولا يرفع عقبة الكلام وهكذا يطيب كل يأخذ محفظته إلى الإيمان باكله 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 سب الدنيا أشد من هذا سكت الخمر ينتهي بعد الساعات سكت الأحب الدنيا إلى الموت جره إلا يخرج مدة طويلة حقا يتيل إحماد لا لا وليس إحبابنا أخذت مثل تفرحكم تأكل وتشرب كما ينتسس يضحك الناس سامحنا هذا ليس حداء هذا ليس حداء هذا ليس حداء أو من الأبوة ألان إحبابنا أسباب الإلهة ما هي أشياء غيرها ما يقول وفي القرآن وفي أنفس أن يتدبر في خلق الإنسان يزيد اليكين على قدرة الله يتنور قلبه بلون هداية ثم إن في خلق السماوات يتدبر في القون سنريم آياتنا في العفاق يتدبر فعالية الله ربوبية الله الله قال شيخ رحمه الله يتنور قلبه بلون هداية ويسخد له كل الكون وإلا هكذا يمشي ذينا الله يصلت عليه كل القون ويضل له ليقول نيتشة طبيعة أنا أخاف أن تقول طبيعة طبيعة من درنا طبيعة أبو الإدين قال طبيعة إجمالية ثالثا إرسال كتب السماوية قدر الجود يأتي دور الهداية قدر الجود يأتي دور الهداية قدر الهداية يأتي مستوى الدين من أول درجة بل الله يمنوا عليكم وشداثكم زاد الجود زاد الهداية يسلح العبادات زاد الجود زاد الهداية يسلح الأخلاق إنهم يستفيذ من خلائنا من طريق العبادة وينفى الخلق قال جديده على ثمار على ثمار العبودية على ثمار على شجرة الثواب على شجرة عبدية عبودية يأتي ثمار الأخلاق عبدية كدرست الأخلاق كفالات أنا نتنف أنا لا يأتي ثمار الأخلاق فلو صلوحة لو زاد الجود زاد الهداية يسلح البعامل زاد الجود لا يسلح البعؤ شرار زاد الجود زاد جود هذا يسلح العدل كل واحد عادل في بيته bleach لكن هديف قال لو نقص الجود ينقف الهداية أول يدم العدل من حياته ثم يخرم البعشرة ثم يخرم البعامiony ثم من بنياه نحن الأن refleّط ن�� consistsمل قال الشيخ رحمه الله لو زاد شكل الجود نقص تضحية جديد الأفراد الدعوة فعنكم الصفات لو زاد شكل الجود مع التضحية جديد الأفراد بالصفات كل شيء قال من يحفظ من يمسك فوجهوا قليلا لا تقول الناس يا شيخ هذا قم خرجا معاملته تابعنا يا حبيب نور الإداءة يجعلون هكذا كيف يعني ما أصلوا عبادته كيف أخلاقه معاملته سوبر يا هدي مرض قديم عاداتها القديمة لا يأخرج بالصورة بعض المرض ينتقل الأولاد زي مرض السكر يعني ينتقل هكذا بعض العادات السيئة ينتقل في الأولاد في الجيل أحبابنا تدبروك الجنف عنان عمال الإداءة المعجية قال بالدعوة أبو بقصدين أهو إمام الأنبياء قال عليه السلام إنني نصول الله أبعوك إلى الله فرب ما فرغ من الكتاب ينصد دعوة أكبر سبب الله أبو بقصدين أبو بقصدين أبو بقصدين في أثناء الدعوة وإنبياء حاول ما أبو ثالث وإن أخي قال الله قال فلن نولي أن القبلة ترضى يا محمد ترضى وهنا قال إنك لا تحديب الحبب ولكن الله يمجح هنا قال وردوا قالوا من السمرات من آمن قالوا من كفر وفمبطي وقليل قالوا لما قال هنا قال إنني جعلت أنا سيماما قالوا من ذلتي قال لا أنا الوهد الظالمين هنا ما نشيك تدبروا تدبر عميق جثا يا أحباب ضاء العمر إن شاء الله نمسك نعمة كبيرة ما تؤطونا كذا ما ليهتبينون أحوال قصد هاي أخلاق سوف هالأحوال هم يعني ما يهتاج لا مدح الأحباب يحكو لا مدح بيّنوا يا شيء داوة يديد همى يديد الفهم يديد كريك واضح طول اليوم يسمع مدح الناس هذا كلام مديد يا شيء مين خربنا لهذا الشيء فلان هاكذا فلان هاكذا كل واحد دخل الله إنه وسلم تدبروا قليلت الشيء رحمه الله قالها لا نشكل الناس على الأحوال بيّنت أحوال ثم شكلتها هذا أساس بعيد هذا غير أحوال أقيم الأمة على المحكمان على عمر الله وعيّ أي بسوء يختقين واضح ما بحكم على أن توجّهوه بالداوة أبو مكسبيك ويّنوم وبالتعليم الله هذا أمر بداوه وفي ذيك الله والعبادات إن بنتوا إن بنتوا إن بنتخل في بداية الفتحة هي قالت هلوم مظل الفرح آه أنا لنبات لا كل مظل آه 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 الحق يوم الفرح ما نسيعة وليس يدعو لهم بدل ينتقم عليه ويدعو لهم هي مرة شديدة يا جيب أقلب كبدا ما في عد تاريخ ودن هذا ولكن هي دخل لم في عد الليل ما تقام قل الله يتخاطب الأمرياء أوضي يا شيخ الحمد لله يعبه وهو أوضي ما هذا هي الدقة للإسلام ما قال لا لا ما نبغاد لابد أن تتصل بالنال هكذا قال صار الصحابي رضي الله إيش إسلام هذا يا شيخ إيش نال الصباح إيش عدم الانتقام أنا مرة وعدة ما يتعبني أوه طول عمر طوبة أقول أنا داعي سامشني يسر بالإسلام ماذا قال لا تتريب إيش مانا لا تتريب عليكم اليوم إيش لا أذكركم ماذا فعلتم معي واحد يقتر على أقل إتنفت ولا أقطعت بعدين أنا وصامر يا أبو هنا قال لا تتريب عليكم أقولوا كما قال أخي سامشني الشيخ القريش وهم مشركين قاموا كأنهم خرجوا من القبور والله يا شيخ بعض المرة يسانب بعض المرة تجد هذه الفرصة اقتنب سامح والله ما تحصل إذا جعلوا أنا ما أستسفل ما هو شيخ وليش ما هو سامح تعطي الزنا ما هو شيخ ما هو شيخ لماذا قال هذا لماذا سوى معي أبو يا يا أبو لذاك الله خير هنا ثاني شيء لو ما سامحت إمام الأنبياء يبكي لأنه يقص لا أول عدى بعدين تدخل إمام الأنبي يبكي أمتي عندما تريد بكار رسول صلى الله عليه وسلم إجمال تسامحنا توجهوا توجه قوي من القلب لو توجعنا هو بعدا يوطينا وإلا رعين أحباب سنوات يمضي هو في محله هداية عمال هداية عبادات خدمة وبخلوق النبي سمدخل لا إذا من سونا خالب وليد خالب وليد يا شيخ أمامه في أيام الكفر ولا في أيام الإسلام ما ستطاع أحد يغلب عليه عجيب رجل لكن قال رسول خالد عقله كبير لماذا لا يتقل وصل خبر وقال أنا أجيد بهدى لأننا نتاور لكذلك أنت تذكرنا بالخير أنت نبي قال أشهد واللا إله إلا الله وأشهد أنك رسول وفي ذاك الوقت قال كلمة لو خالد يأتي وقدمه والله وقدمه على كبار الصحاب نبي عجيب رضي الله أبو بكر نفس الترتي قال من هذا قال هذا أبي قال أنا حق وأنا نمشي ليه جبت بذلك الكلمة سمي أبو بارس حبنا والد قال أشهد واللا إله إلا أشهد أنك رسول ليس عندهم سياسة يا أحباب ليس الشطارة والخدع والله الصدق صدق صباح هو نحق في القلب ولا الصغير يفهم هذا يحبني ولكن تعال تعال ما يهدي عند الوالدة بنغسي أنه يعلم وأنا كده أسمي محب معكدا خدا سورة لا إله إلا والله سامحون لا إلا كتا السياسين في أن عمل ولا خدا ولا أي شطارة بس تتوجي لله وقول يا ربي واقبل زعوتي كل كلمة يدخل بالقلب الله يقبل محاولا مع الله يا رب يقبل نقل الناس ماذا نفعل قول يا شيخ خلق 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 أجيب إنه لا شيء من سبيل من الشيخ أسلام رحمه الله قم مرات قلت لكن الآن إسماء الشيء خالي لعلا خلق عظيم إماه لم ليه ما تغير خلقه في أي حال لا في الغدو ولا في الغدو ولا في الغدو ولا في الشدن ولا في لا في الغدو مبقى لدينا القبائل على الغدو على الغدو الله الله قال إنك العلا كلك تنبيق والقرآن تنبيق ما كلك يا شيخ لم يكن مرة واحد هكذا لم يكن أصوأ لا أنا أسعب واحد أقول أنت لي أنت دي ولم دعوان حق اليتوبي هم زيش مانا وخلق عديد سلام عليكم واحد يسلم ما يترق إلا هو يترق من فين جاء الوقت اللي كان نعنو إننا نعنو إننا فكرة والذي مسكين يتعران أبيته من بعيد لا تسلم عليه وإيه ترق ونقضى على فنان وإلا شيء خلق نبي صلى الله عليه وسلم ما يترق إلا هو يترق أنا والله الشيء عشر سنة خدم أنس بن مالك ولا مرة واحدة قال لماذا؟ ولكن أنس بن مالك أجيب هذا الولد هذا كان أجيب هو أين المال تعمل وإمام الأنبياء تعاله الله رزق بركة في المال ما قال الله جعله فقير ما يبقى للمالك لا دعا له مال كثير ولو لا كثير فقروا هذا الدعاء لما ندعى ولأولادي ما ندعى اللهم ارزق آل محمد الرزق الخوتة الزكاة مغلق ماتوا في الزكاة ولا صدقاء وآل الدعاء آل محمد ماتوا يا عبيبي هو ما ندعى لك أنت بي الله تدبروا 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 عميل صدا يحتاج ليس هرجا هرجا عالم واحد صديقي هو قلت يا شيء أنت ما تذي أنت أولاد الحسين تذي الله عنه وذلك أنت هو حاول ما استطاع شيء فهم أسخياء قال حضر الحسين رضي الله عن الصخي جدا راجع من الحج وجد الخيمة قال يا أمي هل تضيبني هم جيان شباب كله أنفقا فهم شرب الحليب ثم هم هيا رعادي وجعان قال اذبحت ثبا واكل ثلاثة نظر كل التليب كامل فهذا جاء قال قال يش niego قال وعقول أمي قال وعد Stretch كان المدينة للشغل ذهب ذهب وهي حسن رضي لا نرأ عرضت نعم يا حسن ابن علي رضي الله عنه قال تعالى اليوم يوم أخذ الكرة أطعمها أعطى ألف ألف دلم وألف قنم محسين قال مني ألف وألف قال سنة جاب الخادم قال هذا من؟ قال كم ألف ألف قال مني ألفين وألفين والوادي بليان قال ما هذا قال أعطينا لله واحد الله أعطانا بالدنيا ما بريس يعطينا بالآكرة صولت مؤمنة مع الله ليس مع الناس الله يعطيك قدر شانه أنفق ينفط عليك لديك كلام قصص حق هذا الذي اعتمد والذي سوى الله وراه والله بإعياته وإلا تردب ما يمشي الله هو وراه وراه في الدنيا ما عمل مع الخالق يعمل شايفة الكرام خلق النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان ما دخل من الإسلام من الأول يقول من دخل الدارة به سفيان فهو عامل أبو سفيان قال هذا أبو سفيان قال هذا ما هذا؟ ما هذا؟ لا لا بالنبوة إمام المبيه دخل في خطن مكة عجيب يا شيء لابس عمام السوداء ويدخل هكذا ما هذا؟ ما هذا؟ واحد من المتعابة قال اليوم يوم المرحمة قال لا لا اليوم يوم المرحمة ما أخذت اللواء إجنه راية منه؟ بل آفة لولده قال لا قال يوم يوم المرحمة قال يوم المرحمة ما هذا؟ الكريم إذا قدر فقد عفى هذا يراد في الله والأحباب هذا ليس قصة كان انتجن قال يادحنا أي هداية كيف يأتي توجهوا قليلا مثال بيّن المشاعر قال مدين أنا فراش شرق يريد الزيارة أنا قلت يجيز برة أنا أعتمد دخلته قال وقال كله غنم يعني أنا مستوريتي وصله إليه هو وصل ما وصل أنا دخلته من الغرفة كان شيء؟ لا أقول دخل ولا ما دخل ولله المسر العالم الذي يدعون الناس إلى الله هو يصل والذين جادوا فينا لابد نهديهم سبحة إنك لا تهدي من أحببه ولكن الله يجبه طيب من يشاء من يا ربي؟ قال الله يشتبي إليه من شاء ويهدي إليه من يميه قال إنه إنابة طلب الله يشاء يهديه فمقصد جهود الأملياء إنشاء طلب الإله في كله من الله والطلب على قسمين؟ صادق وكاذب صبح الكاذب صبح الصعب ما معناه؟ قال على سواك أنا قلته جيب دواك ولدي مريض هو تدور واحد أبويا دكان مغلق أحبار؟ دكان مغلق ولدي يموت أنت أنا تقول نسكين قال صيف هو ذاوب بنفسي دور 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 وجده قال شوف أنا جيبت الدواك إيش فيه؟ قال هذا الطالب كاذب وجد ما وجد جاء إن ليس فلده مريض هذا الذي ذهب الطالب صادق ما رجع إلا جاب باله وباله صادق ولله النصر على أنه يهداء من الله لا يرتع إلا تحق الإدايا هكذا مرتحين جاء ولا ما جاء كلام ثمين ما نزو الله يريد يرانا عندنا صدق في الطلب أم لا؟ صدق مع الله أنت تريد أنا أكون صادق معك وأنت تعلم هذا كذاب ولا صادق الله ما يعلم هكذا نتصوي كل كلمة كل حركة كل عمال كل تضحية عالم الغيب تعالى بأي دافل بأي شيء بأي خوف وماشي بأي رجاء يمشي وهو يطرح من؟ هو في باله رضاء الله ولا في باله أشياء أخرى عالم الغيب يرانا قال له الأحباب أنا ما لنا أي شيء ولا نظم الصوف بالناس هو بينه هو بين الله أحد وضع الوطن إلا المسجد لماذا؟ قال الناس يربعون حمار أو بغلاء يسلم واحد قال له يجب هذا مع الناس يتعزز إن شاء الله كلاهما في الزنين كيف تستطيع تقول هذا ليس المخلد أنا مخلد عالم الغيب يرى أنا أنظر بل إنسان أصبح صغيرة يا ربي أنا بأي من نفس الآن خلاص الكلام اجتهدت على نفسي وقلت اللهم أهديني هذا طريق الثالث اجتهدت على نفسي وعلى قبيلتي وضعوت لهم أيضا هذا طريق الأنبياء عليم الزهد السلام قال اجتهدت على نفسي وعلى قبيلتي وعلى العالم إلى القيام إلى الجن ولن وضعوت لجميع إنسانية هذا طريق بجود وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم لا تنسى يا شيخنا على نفسي فدعوت النفسي هذا جود الصالح مقبول اشتاث انسيب على قبيلتي فدعوت هذا جود انبياء اشتاث انسيب على قبيلة العالم العام القيام للزم من العرب العجب دعوت لكل الإنسانية هذا طريقة جود وخاتم الانبياء على نسبه والذي جعل هدف حياة مال وبذل طاقته لتحصيل المال ياتي يقين المال يتعلق قلبه ويكون استعماله تحت المال ويموت على عاطفة القارون ويحشر بها الذي جعل هدف حياة هداة البشرية علاء كلمة الله رضاء الله الله يرزقه اليقين بالله ويتعلق قلب الله ويكون اطاعه لله ورسول ثم ياتي عاطفة خاتم الانبياء ويموت هذه العاطفة ويحشر بها قالان لابد نختار ماذا يريد الله يرانا ألا انت راضي بالبلال في العالم باللسان حال دقول له ما لي انا انا بذكر يا انا باذا جالين ولو الناس يحترق انا ما اذب اسب المال اللي احباب الناس اللي احسرنا مع النبي سبحانه اليوم ينوي بعد هذا اليوم كل جميع ما الله اعطاني دماغ والقلب نفس المال رطي الزلاء عز وجل لإعلاء كلمة من مستئج يا احباب الناس الذي يملى قلبه من هم النبي سبحانه الله ينزيه من هم الدنيا على آخر الذي يملى قلبه من حب الدنيا الله يشغله يلا هدائي ومن مستئج يا احباب لهذا الخروج علامة طلبة هدائي علامة مخرجتم راحيتم وبيت حمام ومال الفقتم تعب ماذا مكان انام هذا كل ترتيب الحياة الفقيرة طولة اليوم كلامة لي احباب لكن الله غالب ترقت الشيء من الله يا احباب لا من مستئج مدة طويلة يقص لله ونودي مسئولية الدات المسترية رب نأخذ لا الله ونمش في العلم فمن مستئج حباب أربع أشهر أبعين يوم نزل الميان كم شيخ أبعين نزل أبعين 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 ونمش في العلم وإلا يقدمنا ثم الزع هؤلاء هذه المتئج مدة الشيء نعم تخبر نعم يا حباب نعم اربع عشر من الميان نريد الشيء نلتمس إجازة بإجازة بعض الأسفل لو مدرد طالب ما نقول الشيء لو موظف يقولون بله وقادر كل بإجازة الله يريد شبابه لا يخجون لابد معاونا ماهو سوف يا شيخ قليل توجهوا ترى بعينيك كيف الله يجعله مسبقه علامة جرى هل عنده توجه احتنى وإن الله صعب جدا جاءت الأيام انتان يريد ما يتوجه لأنه نعمة كبيرة توجه طلب عجوز فننسب سمامكم ومرتبه لأنه هكذا كل سلماني واحد استفادة نريد نريد استفادة يعني عنده تعرفون قدره من هذا كيف اضحر من اي عائلة تعرف والتستطيع تراي والذي ما يعرف يجعله لا لا يقول هاي جادة يتعب شبابه اي واحد يا احباب من حالتكم من مجدكم اتحابلوا وضحوا كنوا معكم لو واحد ثاني ما يعرف كيف بأي صبحية وخرجة لا سبح الله يعني اي تصرف كل عمر تصعب الناس غالي يا احباب غالي جدا جوهر جوهر ليس بدي هذا أمة محمسة من جوهر ان شاء الله مستهد يا احباب حامل ان شاء الله احنا مكة سبحان الله بحمده سبحانك الله بحمده سبحانك الله 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة